السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد الأخوة يقول الحمام مات يطيني بيض وينام على البيض ولكن البيض دائما فاسد هنا العمر عمر الذكر عادة بهذه الحالة دائما ينظر للذكر يكون كبير بالسن أو صغير جدا بحيث ما عنده خبرة للتزاوج لكن كبر العمر هو السبب ودائما العمر اللي يوقف بي أحد الأخوان سأل سابقا يقول شنو العمر اللي طائر بعد ما ينطي إنتاج هو عمر ست سنوات سبع سنوات عادة بهذا العمر احنا نقول متقاعد هذا هذا يخلوه بس يعني يتباهون منظرة تشوفوا احنا نسميه بالعراق الفومة مات حجمة شبير هذا كمنظر صار بعد مو كطائر للإنتاج زين هنانا يقول عندي طير من طاني ولا فرخ عمره سنتين ما بي أي مرض ما أعرف ليش هنانا ننظر مرات المرض ما أعرف الطير هذا الذي تعنيه هو ذكر لو أنثى إذا أنثى فالغالب يكون مرضها سابق أماذا ذكر والله ما أعرف السبب يعني صراحة أنا دائما طيوري تكون من إنتاجي فأعرف تاريخها دائما يفضل تعرف تاريخ الطائر قبل لا تشتري هل صحيح أن لون عين حمام الزاج الليس له تأثير في اختياره والله يا أخي أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لون العين هاي فرضيات 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 إحنا ما نقدر نقول هي صحيحة ولا أحد يقدر يقول لك كذب وليقول صحيحة اتحدى يجيب دليل وليقول خاطئة اتحدى يجيب دليل فلهذا نقول إنسان يسمونه عمليين إحنا الغرب دائما عمل يوصل واتطور لأنه يمشي على فرضيات يمشي على الصحيح ويجيب الدليل ويمشي يقول هذا غلط يجيب دليل الحلو هنا أنا ما حدي يتزمت برأي من تروح لأي نادي ما يتزمت برأي يقول لك لا 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 أنا صح أنا صح هاي عدنا بالوطن العربي ولهذا رجعنا قرون لي وراء تزمت بالرأي أنه هذا صح بينما هو ما يجيب لك أي دليل واحد يثبت أنه هو هذا صح فلهذا إحنا شو نقول نقول هي عيون الزاجل هذه فرضيات منها من قال صح وأنت دليلة بس مدليل واقعي ومنها من قال غلط وأنت دليلة ومدليل واقعي فلهذا هي هاي فرضيات تبقى فرضيات ما أقدر أقول لك صح أو غلط فرضيات اثنين هم ما جابوا أي دليل بالنسبة عليكم السلام والله وبركاته عندي حمام معتز بي صار سبع سنوات أريد أبدأ بتكاثرهم أي الحمام يتناسق مع بعض والله يا أخي أنا دائما أفضل من عندك حمام زين أولا لازم تشوف السلالة يعني لا تقولي الحمام مثلا الأخي هنا يقول لي أدزلك صورهم أو فيديو الصور هذه ما تفيد ولا الفيديو يفيد إنت مد تزاوج مثلا حمام زينة أو حمام مثلا الأحمر الشباب اللي عرفون به هذا على الشكل الزاجل سلالة إذا عندك سلالة وسلالة جيدة تزاوجها إلى حمام ثاني سلالة جيدة هذا الأفضل أنه عندك أوراقة واللي يثبت أنه هذا شي جيد فإذا هو أما الشكل شكل ما لا أي دخل وأي تأثير بإنتاج الحمام الزين حبيب عندك طيران كل شي حلو تروح مسافة أربعة كيلومتر أو أكثر بس من ترجع تحط على أسلاك الكهرباء شي سوي بهذه الحالة نزلنا فيديو عن طيور يتحط على بيت الجيران هذا نفس الجواب أهل الأفراق لما الأب يأخذ بنته فارغم حبقة كويس لأخذ تصور من مصر والله يا أخي ما أكو مشاكل إن شاء الله وأكو سلسلة تربية الحمام خطوة بخطوة شرحنا عن هذا الموضوع تزاوج الأب مع بنته في حالات موجودة إن شارحها بشكل صبورة أيوبي سلام المسابق سبع المسافة 60 كيلو أجل الصعب في نزول الحمام للوفت هاا هنا أنا عنده مشكلة إنه الحمام من يجي من السباق ما ينزل مباشرة للوفت هذا نقول الحمام يسموه بالانجليز يعني الدلل الدلل زيادة عن اللزوم شون هذا قام ينترك برة الحمام الزاجل ما ينترك برة الحمام الزاجل بس يتدرب الصبح يرجع للوفت بعد ما يطلع العصر يطلع ويرجع هذا تتابع سلسلة تربية الحمام الزاجل خطوة بخطوة على قناتي رح تلقي الحل أنه شلون تعلم حمامك ينزل ورغم هذا أنت بيش حالة حاول تتابع هاي السلسلة إن شاء الله هتفيدك وهواية من الشباب استفادوا منها لأنه رح تعلمك شلون تخلي الحمام تجبره أنه ينزل والتغذية هي هاي أهم شي يكون طرف أغرب أسامل عن تجاه أكسيانين ثلاثين هسن جاء بعدين الأخ وعبد الله هنان هاما المسألة الحمام إذا شبعان يأثر على السرعة نسلم الحمام جوعان لو شبعان بالسباقات إن شاء الله رح نجيب عنها قريبا بإذن الله هاي السلسلة الجاية تهيئة الحمام الزاجل للسباق هنانا الأخ يقول حمام يطير فوق البيئة وأيام التدريب من أفتح الأقفاص يقوم يطير فوق ربع ساعة مع العلم من اتجاه عكس ما أفتهم يعني كان 30 كيلو يسوي 19 دقيقة هسه قام يسوي 40 إلى 45 دقيقة والله يا أخي أنا أنصح يعني أنا ما أفتهم سؤال 100% لكن أنصحك أما ادي السؤال مرة ثانية بس الجواب أتصور هو مسألة التدريب دربة تدريب جيد ولا تتركون التدريب يا أخي مو معنى حمامك فاز أول مرة بمرتبة الأولى أو الثانية خلص بعد أترك التدريب لا أبقى درب به مثل لاعبين كرة القدم يبقون يدربون حتى لو أجه من معسكر تدريبي أو من بطولة تلاحظ ارتاح يوم يومين ورجع يدرب فالحمام لازم يبقى يدرب تمييز الحمام ذكروا أنثى هاي والله يا أخي صعبه هاي أهل الخبرة تأخذ أحد الأخوة اللي يفيدوكم ما شاء الله هم هواه يفيدوك يميز لك الذكر من أنثى أو بالمنتديات مراتي ينشرون صور يتخليها يتميز الذكر من أنثى هذا آخر سؤال اليوم تقبلوا تحياتي أخوكم أبو عبدالله العراقي من أمريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة